أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير المقاول محمد القيسي المتخصص ببناء الدور السكنية والمدارس والقبض على خاطفي في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين وفي بيان للداخلية تم التأكيد بأن قائد شرطة صلاح الدين اللواء قندي الخليل قد أشرف شخصيا على التحقيقات والمتابعات التي أجراها فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام صلاح الدين ومدير قسم الشرطة بيجي بالتعاون مع مديرية استخبارات وإرهاب صلاح الدين وأوضح أن التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات التصوير والاستعانة ساعدت في تحديد هوية المشتبه بهم وبعد استحصال موافقة قاد التحقيق تم القبض عليهم وتم مواجهتهم بالأدلة فاعترفوا صراحة بقيامهم بخطف المجن عليه وسرقة المبلغ الذي كان يحمله والبالغ 12 مليون دينار وترك سيارته أمام أحد المطاعم على الطريق العام الذي يربط بين الموصل وبغداد